في إطار متابعتها ورصدها لأبرز الأحداث في العراق تصلت قناة الفلوجة الضوء على واقع المرأة العراقية خلال عام 2016 ففي ظل الظروف الصعبة التي مر بها البلد هذا العام كان للمرأة حصة كبيرة من القهر والمعانع عام قاس بأحداثه مر على العراقيين كما الأعوام التي سبقته وربما كان أشد قسوة لاسيما على المرأة العراقية لما عانته من ظروف صعبة جراء الحروب والاقتتال والعمليات العسكرية والآثار المترتبة عليها من تهجير وتهديد وتشريد ونزوح أيام صعبة وليال طويلة تتأرجح بين حر الصيف وبرد الشتاء يسودها الخوف والقلق لا تلبث أن تغفو عيناها حتى تصحو على فاجعة فقدان ولد أو زوج أو أخ أو أب أو تصحو على مأساة تعصف بحياتها لتجد نفسها هائمة في العراء دون مأوى ولا سقف يحميها وربما حتى من دون معيل قد تجبرها الظروف على أن تكون هي المعيل لعائلتها وبسبب العوز والفقر تقوم بأعمال تفوق طاقتها لكسب العيش وتوفير المستلزمات لبيتها وأسرتها وسط أوضاع صعبة تقارير المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان تؤكد أن المرأة في العراق هي أكثر ضحايا العنف في البلاد وأن عدد الأرامل في تزايد مستمر لا سيما أن 51% من النازحين والمهجرين هم من النساء وتسعى تلك المنظمات ومعها منظمات المجتمع المدني إلى إيجاد الحلول والمحاولة في توفير المساعدات والرعاية الصحية لهن ولعوائلهن إلا أن ما تقوم به تلك المنظمات من عمل يعد متواضعا وخجولا قياسا بحجم المأساة التي تمر بها المرأة العراقية في حين أن اهتمام الحكومة العراقية والجهات المسؤولة في هذا الجانب يكاد يكون معدوما وكل ما قدموه هو تصريحات إعلامية رنانة ووعود من دون تنفيذ ليس هناك أي جهة حكومية مسؤولة تلتفت لأحوالها المزرية تهميش وإقصاء ومعاناة فاقت الاحتمال وقهر لا يقوى عليه حتى الرجال ترى ما الذي سيحمله لها العام الجديد وماذا يخبئ لها بين طيات أيامه هل ستبقى في الدوامة نفسها تتجرع مرارة الحرب وويلاتها أم ستنتهي مأساتها وتنام قريرة العين مطمئنة ترجمة نانسي قنقر